اشتركوا في القناة ويعتبر أداة اتصال لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لمعظم مسويقي العلامات التجارية طبعا للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع بنضمنه في الاستوديو المستشار والمدر في مجال إعلام الاجتماعي الأستاذ خالد الأحمد يسعد صباحك أستاذ صباح الخير أهلا وسهلا فيك بداية من وجهة نظرك هل تسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة أو لا فعالة جدا وتوصل إلى ناس والجمهور المعني للشركة وممكن يقيسه كل حملة بعملوها كم شخص تفاعل معها وكم شخص تجاوب معها فإنه مش بس كم شخص وصلته وكيف تفاعل معها راح وتشترى المنتج أو الخدمة أم لا نعم فالنتائج يعني بتكون مباشرة النتائج مباشرة وبعطيك تقارير مفصلة مثلا بالنسبة للتسويق التقليدي إذا عملنا حملة أو إعلان بيلبورد بالشارع ما بنعرف مين يتجاوب مع البيلبورد أو لا ولكن عن طريق التواصل الاجتماعي ممكن نعرف بالضبط مين يتواصل معها مين كبس على الإعلان ومين يشترى المنتج المشكلة هنا بصير أنه المنشور تبع الشركات فيسبوك سياسة فيسبوك قلت وصوله إلى الجمهور فأيام زمان كانت الشركة لما تنزل محتوى معين ترويجي أو عادي كان نسبة وصوله تقريبا 16% ف16% من معجب الصفحة بوصلهم المنشور الآن أصبح 1% فقط يعني جديد من جديد نعم فيسبوك عم تحكي للشركات أنه إذا أنت تروجوا مش على حسابنا لازم تدفعوا ففيه طريقتين إما أنهم يدفعوا ثمن الحملة الترويجية أو أنهم يشتغلوا على المحتوى بشكل جيد فإنه يصبح قيم ومفيد ويجذب المعجبين أنه يدفعوا معهم طيب أصد خلبي من أنها مجانية وطلبة إدارة الفيسبوك أنهم يدفعوا طيب الاستمارة في تشغيل هذه الصفحات والحسابات بشكل صحيح وبالمحتوى الصحيح سيكلف الشركة قدر كبير من الوقت والجهود شو بتحكي ذلك به الخصوص؟ هلأ حكينا إحنا إذن الشركة مثلا ما عندهاش الطاقة أنها تنتج محتوى قيم وبدهم بس يروجوه لازم يدفعوا بس ممكن أنهم يعملوا التصويق عبر المحتوى نعم نسميه content marketing أنه يعملوا محتوى قيم جيد ويشتغلوا على المحتوى بطريقة أنه ما يكون يعني ترويجي مباشر ولكن خلق قصة حول المنتج فبدل ما أنا مثلا أحكي أنه أنا عندي منتج أنه منتج هذا اشتروه هاي السعر تابعه هاي الخصم تابعه لا أنا باجي بحكي طريقة تقليدية يعني آه بدلا ما أروح طريقة تقليدية أنا ببني قصة حولينا منتج فأنا بحكي إذن مثلا بخلق الحاجة للمنتج آه ومثلا بسأل مين عنده مين سمع قصة معينة إنه مثلا بحاجة للمنتج هذا أنا ممكن أوفر لكم المنتج أو الخدمة هذه بطريقة وتساعدكم في حل المشكلة الفلانية فلما تحكي عن المنتج بطريقة وتخلق قصة عليها هذه بتخلي الناس تفعلوا معك أكتر وما في حاجة أنك أنت تدفع عليها طبعا طب أستاذ خالد شو المؤشرات اللي بتبين للمسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن المحتوى اللي نشره فعلا هو محتوى يعني متين وقيم وإله فايد وكمان إنه وصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي عم بيتابع صفحة أو بيتابعه هلا الوصول أنا ممكن أنزل المنتج وأشوف كم واحد شافه فالوصول يعني ممكن نحلها بحيث إنه ممكن ندفع أو ننتج محتوى قيم نعم ولكن المؤشرات المهمة بنسبة لكل شركة اللي هي مدى التفاعل كم شخص تفاعل مع المنشور تبعي كم شخص عمل لايك كم شخص نزل تعليق كم شخص نشره هذه جهة واحدة الجهة الأخرى إنه بعد ما تفاعلوا مع المنشور تبعي كم زيادة المبيعات صارت عندي على المنتج فأنا شفت ناس كتير تفاعلوا هنا بعدين رحت أوكي على المنتج اشتروا هدو اللي تفاعلوا وللأ هذا البهم الموضوع يعني بالآخر هذا عالم افتراد نشوف تأثيره على الواقع طب أستاذ خلت أنا بدي أروح بالمقابل إنه الترويج مش من خلال القطاع الخاص على الوسائل التواصل الاجتماعي الترويج من جالب الحكومي كانت في مؤخرا كان الحديث عن نجاح لوزارة الاتصالات وأيضا وزارة السياحة بالترويج للوزارة ونشاطاتهم والمواقع السياحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هاي التجربة كيف فينا نعممها على الوزارات والدوائر الحكومية وكيف ممكن نستفيد منها من خلال القطاع الخاص أيضا بالنسبة للقطاع الحكومي يجب أن يخرجوا من الوضع التقليدي فبالزمنات مثلا كان بنزل البرسليس بالقطاع الحكومي بعدها بنزلوا مثلا بالجريدة بعدها بنزلوا على الفيسبوك نفس الشي نعم ما بنشتغل عليه هذا ما بزوط فلازم أنه هم يتواصلوا مع الجمهور بشكل إنساني ويأخذوا ويعطوا معهم وما يكونوش بس أنه كبوق بس ينشروا المحتوى لازم يكونوا تفاعلين جدا نعم لازم يكسروا القوقع التقليدي اللي هم فيها طب هل ساهم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي بنشر السياحة عاربيا السياحة عندنا بالأردن الماسكين التواصل الاجتماعي تبع السياحة جدا عندهم ابتكار عالي جدا حتى الوزير نفسه يعني على الحصاب الشخصي بالضبط فعملوا أنه راحوا عزموا المؤثرين في العالم في مجال السياحة وصووا لهم رحلات خاصة وهم جابوا هدول الناس وإحنا بنعتبر المؤثرين كأنهم كانوا مضخمين فصووا ترويج هائل جدا بتكلفة بسيطة جدا فداما بيبتكروا طرق جديدة مبتكرة أنهم كيف يروجوا للسياحة في الأردن وبرأيك هاي نجاح يعني نعم بالنسبة للسياحة في الأردن بالمنطقة كلها الحمد لله عندنا نقدر نفتخر فيها وفي نجاحها قوي جدا نعم طب يعني من نهاية المقابلة اللي حابين هيك نسألك نفس السؤال اللي سألنا لكل متابعيننا وهو عبر تطبيق شارك برأيك أي من نصل لمواقع التواصل الاجتماعي بتشوفها هي الأنسب لهاي الغاية اللي هي تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ولا لينكتن ولا في عندك موقع جديد هو حسب يعني كل بلد فيها المنصة بتكون فيها مشاركة كبيرة من المواطنين مثلا عندنا بالأردن تقريبا 48% من الشعب الأردني متواجز على الفيسبوك شكل كبير وحسب البزنس كمان حسب الشركة إذا كانت الشركة هي الجمهور تباحها المواطنين أو الجمهور تباحها بكون شركات أخرى نعم في بي تو سي ولا بي تو بي فإذا كانت المواطنين بتروح على الفيسبوك إذا كانت الشركات الأخرى بروحوا على تويتر وعلى لينكتن نعم أكيد شكرا كثير لإلك شكرا وأكيد سؤال شارك رح نعرف نتائجه بعد ما ناخد هذا الفاصل نشكرك كل شكر أساس خالد شكرا كثير شكرا أساس خالد والآن إلى فاصل قصير ونستكمل معكم فقرات هذا الصباح القومة شكرا شكرا